سئل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في لقاء المطول مع برنامج انترنسونال الفرنسي الذي يبث عبر محطة تيفي سينك مود الفرنسية بالتعاون مع إذاعة راديو فرانس انترنسونال وصحيفة لمود الفرنسية عما إذا كان يعتبر ما حصل مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السعودية في تشين الثاني الماضي مساسا بالسيادة اللبنانية فأكد أن ما حصل مع الرئيس الحريري يخالف القوانين الدولية التي تحمل أشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية والدولية كرؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية والسفراء وغيرهم قائلا أنا استنت إلى هذه القوانين للدفاع الرئيس حكومة لبنان وما حصل كان حادثا ربما تسبب بها استشارة أو نصيحة سيئة قدمت إلى ولي العهد محمد بن سلمان في حينه من أحد المسؤولين في السعودية الذي تم إبعاده بعدها مؤكدا أنه تم تخطي ما حصل ولم ينفي رئيس الجمهورية أن يكون الهدف مما حصل مع رئيس الحريري التسبب بالفوضى في لبنان لكن توحد اللبنانيين ضد ما حدث منع تحقيق هذا الهدف وأدى إلى تقوية الشعور الوطني لديهم وعدم القبول بالتدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية بالتلهerweise لتعاقف لا تكون أخيراً للتخلص نقل على الجams من الأشخاص لك لديك للقاقب لا يكون لديك للقاقب لديك الحدودة من أخير المعروفين وحسب البيانيسي وحسب لم يكن يساعد إسرائيل لإسرائيل أن يساعد المنطقة للسود لأن الإسرائيلين يقومون بمقاعدة منهم ولماذا كان هناك هذه المنطقة التي يسمى حزب الله؟ واعتبر الرئيس الجمهورية أن الرئيس سوري بشار الأسد هو حاليا رئيس لبلاده وعلينا التعامل مع الحكومة الموجودة ولا خيار آخر لدينا والعلاقات اللبنانية سورية محدودة راهنا إنما طالما أن رئيس الأسد باق في السلطة فنحن نعترف به إذ ليس هناك من ممثل آخر لسوريا